عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لبحث ألية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة وتم توفق خلال الاجتماع على أن يتم إنشاء شركات تابعة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة تتولى إدارة وتشغيل مرافق العاصمة وذلك وفق اتفاق مع الوزرات المعنية أكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تهدف لتحسين القدمة والحفاظ على الاستثمارات التي تم انفاقها وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوة تزامن مع بدء تسكين الأحياء السكنية وكذا انتقال الحكومة إلى العمل بالحي الحكومي تدريجياً مضيفاً أن شركة العاصمة تنصق حالياً لعقد شركات مع شركات عالمية متخصصة لإدارة المرافق والخدمات في نطاق العاصمة وذلك بالتنصيق مع الوزرات والجهات المعنية